فقبل ما يسأل على الطلبات لابد ان هو يعرف الاحتياجات الطرف الاخر المرأة من اول سنة جواز لا تعطي عشان بس نعرف ايه فايدة ان احنا نعرف ده في معلومات كتير احنا ما نعرفهاش عن بعض المرأة في اول سنة جواز اول فترة الجواز في السنوات الاولى من الجواز تدي 25% من المرأة اللي عندها وتحتفظ ب75% تخرج 75% دي امتى لما تحس بالامان طول ما هيها ما حستش بالامان في كتير من الاحيين بترضى وتقبع مش بترضى مش هقدر اقول بترضى بتقبع في شغلانة ام العيال لكن لما تتطمن تبتدي بقى تخرج كأنثة وتبلغ رحلة العطاء ومع طول المدة لو ما حصلتش على الامان ترجع تاني تبدأ ايه تستمدي امانها من ولادها من اهلها من اهلها الرجال من اخوها من ابوها واحيانا بيهرب من الستات وكلامها الراجل بقى يعمل ايه يهرب من الست ويعمل ايه يهرب منها ومن كلامها ومن رغيها اللي نفكر انه لما يسمعها ايه اللي حاصل حجم الكلام هيبقى طويل ايه اللي حاصل وانا مش هقدر اسمع الكلام ده وعلى فكرة ده غير صحيح الزوجة بتتكلم كتير لان الزوج ما بيبقاش مركز لو انت ادتها وقت فيه زي ما بيقولوا كده quality time فيه تركيز هي هتحس بيك وتقولك كلمتين خلاصة هي بتحكي لك عشان تحس بالامان لو حست ان انت مدلها اهتمام وكده هتجي تقولك في وسط الكلام شكرا انا مش عايز اطول عليك ونتكلم وقت تاني وعشان كده اللي حصل في نموذج ومزارع كانت ممكن انت سيدها عايشة تحكي نمازج تانية بس هي خدت اللي تحتاجه وزيك هو من افضل النمازج اللي احنا محتاجين نحلله فيه حاجة بقى انا بسميها خرافات الحوار الرجالي من الخرافات دي الخوف من تبيعات الكلام مع الزوجة هو بيكون شايف ان هو لو هو عايز مع الزوجة هيفضل يسمعها بقى تتكلم ساعة وتطلب منه وتنكد عليه والكلام هينتهي بالخناء الحقيقة ان ده مش لازم يحصل في كل حوار احيانا في حالة زواجة امتى بقى لما يكون الزوج بقى حريص لما يكون متعلم متدرب ولما يكون ممارس للحوار الفعال ولما كمان يكون بيعدل دايما لما يكون فاهم قوي ما يحصلش ده لكن في بعض التنقضات بيشتكي منها ان هي مش بتقوم بادورها وفي نفس الوقت مش متقبلة ان هي تكون شخصية ان هو مش متقبل ان هي تكون شخصية مستقلة فبتمارس معاه ممارسة الشخصية مستقلة هو ما بيقاش راضي لذلك العلاقة الصحيحة بتقوم على ايه؟ على الفض والرحمة مش مجرد اشياء بنكون حطينها باعتبارها نظام لازم نمشي عليه